ظل يمني أطفاله بالعودة إلى عدن ومغادرة مخيم اللجوء في جبوتي حين يتوقف القتال نهائيا لكن ذلك يظل حلوما بعيد المنال تكتظ عدن طبقا لفريق صحفي من صحيفة سويسرية بما يفوق 12 فصيل المسلحا قوامها 55 ألف مقاتل واستنادا إلى تقييم الفريق لا تحتاج العاصمة المؤقتة أكثر من 6 ألف عنصر لحفظ الأمن فيها ولجعلها مكانا مناسبا لعودة السكان الذين ما زالوا يفضلون البقاء في مخيمات اللجوء البعيدة كما تتزايد مطالبهم بالذهاب إلى أماكن أبعد مما هم فيها الآن وكان للمواجهات الأخيرة دور كبير في ترسيخ قناعات المغادرة والبقاء في المهجر ووفقا لمراقبين فقد فشلت جميع المحاولات الحكومية في تطبيع الحياة وجلب المزيد من المساعدات والهيئات الدولية للعمل في عدن حيث اضطر العدد القليل من الموظفين الأمميين إلى لزوم منازلهم ولم يتمكنوا من الاستمرار في تقديم الدعم لمشافي المدينة الأنباء القادمة من شوارع عدن توحي بفقدان الثقة بالقوات الموجودة والتي تنوعت مطالبها واختلفت أجندتها وعلى كثرتها ليس بينها إعادة الاستقرار أو نشر الأمان المفقود أو التفكير بمن ينتظرون هدوء مدينتهم ليعودوا اشتركوا في القناة